أولا أود أن أتوجه إلى جميع أبناء الشعب العربي السوري بأحرد التهاني بمناسبة الذكرى السبعين لعيد الجلاء هذه الذكرى تقف صامدة أمام التاريخ لتثبت أن الشعب السوري عندما يقرر فأنه يتخذ قراره ويحقق ما يريد من أمال وتطلعات بما في ذلك تحقيق الجلاء عن الاستعمار الفرنسي أما فيما يتعلق بالقرار الإسرائيلي فأنا أود أن أقول بأن الجولان العربي السوري راض محتلة بموجب قرارات مجلس الأمن وخاصة القرار 497 لعام 1981 ويكذب نتنياهو الذي تعود على الكذب على شعبه وعلى العالم عندما يقول بأن هذا الاجتماع سيغير في طبيعة الجولان واحتلال إسرائيل للجولان فقرارات مجلس الأمن والقرارات التي تعتمدها الجمعية العامة للأمم المتحدة في كل سنة تؤكد أن هذا الاحتلال غير مشروع وتؤكد أنه باطل وفارغ ولا معنى له ولا أثر قانوني دولي له وتؤكد على أن الجولان راضي عربية سورية محتلة وأنه على إسرائيل أن تنسحب من الجولان فورا طبعا مما يثبت ما أقول هو وجود قوة الأمم المتحدة لفضل اشتباك الأندف والتي تتابع الأوضاع من وجود نظر مجلس الأمن في الجولان حيث يجدد قرار وجود قوة الأندف كل ستة أشهر وهو سيجدد خلال الأيام القليلة القادمة نحن طبعا لا نكتفي بالإدانة بل نقول بأن القرار الإسرائيلي هو مهزلة جديدة وهو قرار فارغ ولا أثر له والمهم في الموقف السوري هو ما قاله مرة سيادة الرئيس الراحل حافظ الأسد عندما قال أنه في حال إصرار إسرائيل على ضمها للجولان فأن الجولان سيكون في وسط سوريا وسوف لن يكون فقط جنوب سوريا الأرض لن تعود إلا بالدماء الأرض لن تعود إلا بالتضحيات وشعب سوريا بكليته مصر على إعادة الجولان وأهل الجولان إلى وطنهم الأصلي سوريا دكتور فيصل هذا يطرح سؤال مهم جدا هل هذا الكلام قد يقود الحكومة السورية إلى إعادة طرح الخيار العسكري في الجولان إعادة إحياء خيار المقاومة هناك؟ منذ متى نحن تنازلنا عن خيار المقاومة وعن استعادة الجولان بكافة الوسائل المطروحة إذا كان الإسرائيليون يريدون استفزازنا بقرارهم الإسرائيلي بعقد اجتماع وهم يعقدون في كل يوم اجتماعات على أرض الجولان السوري المحتل لذلك نحن لا نرى تطورا أساسيا في هذا طالما أن شعب سوريا مصر على إعادة أرضه وعلى احترام حقه في إعادة الأرض وأغتنم هذه المناسبة لكي أؤكد على الشيء الأساسي والعامل الأساسي وهو أن صمود أهلنا في الجولان العربي المحتل ومقاومتهم ومقارعتهم للاحتلال هو الأمل الأساسي في عودة هذا الشعب العظيم إلى وطنه وأنا أغتنم أيضا هذه المناسبة لأوجه أحر التحيات إلى أسرانا في المعتقلات الإسرائيلية وعلى رأسهم المناضل صدق المقت الذي تقوم إسرائيل بسجنه مرة أخرى بعد سجنها له 27 سنة ولم يتخلى خلال هذه السنوات عن إيمانه بعودة الجولان السوري المحتل هؤلاء الأبطال هم أمل سوريا في إعادة الجولان السوري المحتل أود أن أضيف إلى ذلك أن إسرائيل ورعايتها للإرهاب في سوريا هي جزء لتجزء من الهجمة الإرهابية على سوريا من خلال عملائها ومن خلال من تقوم بمداواتهم في المشافي الإسرائيلية لذلك هذه هجمة سياسية من خلال هذا الاجتماع وهي هجمة قد ترمي إلى التغطية على الدعم الذي تتلقاه المجموعات الإرهابية في سوريا من خلال إسرائيل وكذلك على سياسات القمع التي تمارسها إسرائيل على شعبنا العربي في فلسطين أنا أعتقد أن المعركة من أجل تحرير الأراضي العربية المحتلة فلسطينيا وفي جنوب لبنان وفي الجولان العربي السوري معركة مترابطة ويجب أن تشد الأمة العربية كلها من تعاضدها ونأمل أن نتغلب على الأوضاع القائمة من خلال تآمر بعض الأنظمة العربية على قضايا الأمة العربية العادلة بما في ذلك تحرير الجولان وبما في ذلك تحرير فلسطين لأن هذا الطريق هو الوحيد للحفاظ على احترام وكرامة الأمة العربية والشعب العربي في كل مكان دكتور فيصل نحن نقتنم هذه الفرصة أيضا أن نوجه هذه التحية هي مربوطة بتحياتك لجميع الأسرى في سجون الاحتلال أيضا لكامل أهالينا الموجودين ضمن الأراضي المحتلة إن كان في سوريا أو في الأراضي الفلسطينية أو حتى في الأراضي اللبنانية التي لا تزال محتلة لكن أيضا السؤال الذي يطرح الآن ما هي الخيارات التي قد تلجأ إليها الحكومة السورية في حال المضي أكثر في هذا الموضوع يعني هي خطوة استفزازية من قبل نتنياهو وهو خطاب استفزازي بكل أشكاله وبكل مضمونة هناك صورة هناك صورة عفوا دكتور فيصل هناك صورة نشرت لناتنياهو وهو يأكل التفاح من الأراضي الجولان هي صورة استفزازية بالنسبة للشعب السوري والشعب العربية بكاملها بالفعل نحن نتابع هذه الصورة لكن ما هي الخيارات التي قد تنضي بها الحكومة السورية الآن فيما خاص هذا الموضوع أعتقد أن الهواية الرئيسية لناتنياهو هي التمثيل وسواء أكل من التفاح الجولاني لأنه يقبع هذا التفاح وأصحاب هذا التفاح تحت الاحتلال الإسرائيلي أو لم يقم بذلك فهو ممثل بالأساس وهوايته هي التمثيل ويجب أن يعود إلى هوليوود التي أتى منها بالأصل لكي يمارس مثل هذه الهواية لكن الجولان عربي سوري وستعاد وردا على هذا السؤال كل الخيارات السورية مفتوحة لإعادة الجولان العربي السوري إلى أرضه السورية وإعادة أهالي الجولان الأبطال إلى وطنهم الأم في سوريا لن يرتاح هذا الاحتلال فوق أرضنا وسيرحل كما رحل المستعمرون والمحتلون طيلة تاريخنا من أرضنا ومن وطننا ونحن جاهزون لبذل كل شيء من أجل إعادة الجولان إلى الوطن الأم سورية عبر مختلف الوسائل بما في ذلك الوسائل العسكرية طيب دكتور فيصل ذكر نتانياهو خلال خطابه وأيضا منذ ما قبل ذلك حين قال أو صرح بأنه سيقوم أو ستقام هذه الجلسة الحكومية لإسرائيلية في أراضي الجولان المحتل قال بأننا سنبحث هذه الخطوة مع الجانب الروسي وتحديدا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خلال الأسبوع المقبل زيارة نتانياهو إلى الأراضي الروسية هل هناك من اتصالات وهو روسيا حليف للحكومة السورية هل هناك من اتصالات اليوم تجري على هذا المستوى مع روسيا تحديدا مع رئيس فلاديمير بوتين فيما خص تنصيق الموقف ربما حيال هذا الموضوع أنا أجزم بالقول بأن الاتصالات بين القيادة في سوريا والقيادة الروسية مستمرة وبشكل يومي والتنصيق قائم بشكل يومي تحديدا في هذا الموضوع دكتور فيس أنه لا أعتقد على الإطلاق أنه توجد هناك أي حاجة من قبل القيادة السورية للاتصال مع القيادة الروسية حول هذا التصرف المجنون من قبل نتانياهو ومن قبل حكومته لأننا نؤمن بأن السياسة الروسية تستند بكل معانيها إلى القانون الدولي وإلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلوة في هذا المجال القرار 497 وتستند أيضا إلى الشرعية الدولية لذلك أنا أؤكد أننا لن نجد إلا موقفا واحدا في كل أنحاء العالم لا يقبل على الإطلاق بقرار إسرائيل ضم الجولان هذا يعود إلى عام 1981 ومنذ ذلك اليوم كما ذكرت وحتى هذه اللحظة فأن كل دول العالم بلا استثناء ما عدا إسرائيل هي التي تصوت ضد قرار إعادة الجولان العربي السوري إلى وطنه الأم سورية لذلك لا الرئيس الروسي فخامة الرئيس بوتين ولا أي قائد في العالم سيقبل بهذا المنطق الإسرائيلي المدان والذي ترفضه الشرعية الدولية ومثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة لأننا في كل عام نعتمد قرارا من أجل إعادة الجولان العربي السوري إلى أهله في الجمعية العامة أيضا نعم طيب دكتور فيصل هناك من يقول وهنا نفتح الباب على ما يجري في جينيف ونوربت هذا الموضوع هناك من يقول بأنه بعد سقوط رهانات نتانياهو بتفكك سوريا وبالتالي أن يكون لإسرائيل حصة بتسوية ما ممكن أن تحدث على الأراضي السورية نتانياهو يسعى من وراء هذه الخطوة على الدخول إلى خط المفاوضات التي تجري في جينيف ولو بطريقة غير مباشرة يعني البحث عن نوع من المكاسب وحتى القليلة فيما يجري في جينيف إن كان هناك من تسوية ما ستطرح كيف تردون على هذا الكلام وهو موقفكم منه أيضا أنا أود أن أتحدث بشكل أساسي عن إيمان كل السوريين من حيث المبدأ بضرورة تحرير محتلة من أرضهم وهذا ينطبق على الحكومة وعلى المعارضة وأقصد في كلمة المعارضة المعارضة الوطنية التي تؤمن بسوريا لكن تلك المعارضة التي تعاملت مع إسرائيل وأخذت منها السلاح لقتل أبناء الشعب العربي السوري وأخذت منها السلاح لكي تسيطر وتهيمن إسرائيل على الجولان العربي السوري أو لكي يكون لها دورا مزعوما في المفاوضات التي تجري الآن في جنيف فإنني أؤكد أن مثل هذه المعارضة لن يكون لها أي دور لكن هذا يعيدني إلى الفكرة الأساسية والتي نتحدث عنها في القيادة السورية بشكل مستمر وهي أنه يجب أن نتوصل إلى حل يوقف هذه الحرب على سوريا يوقف الإرهاب الذي تمارسه دول أصبحت معروفة مثل تركيا والسعودية على سوريا لهدف وحيد وهو الحفاظ على وحدة أرض وشعب سوريا واستعادة محتلة من أرضها لذلك من يتعامل مع إسرائيل ومن يستخدم السلاح الإسرائيلي لقتل السوريين هو مدام وملعون من قبل جميع أبناء سوريا ومن قبل العرب ومن قبل الأحرار والتقدميين في كل أنحاء العالم نعم طيب دكتور فايسل سؤال خأخير ونستفيد منك في مخص تحديدا ما يجري اليوم في أروي قد جنيف هناك من يقول عن طرح مجلس رئاسي يضم ثلاثة نواب لرئيس السوري بشار الأسد يفاوضهم بالصلاحيات التي يريد ويتح ذلك الدستور الحالي تعليقكم على هذا الموقف هل هي كلام صحيح وتصريحات صحيحة أنا في الحقيقة أؤكد بأننا قمنا بتقديم ردنا على الورقة التي تقدم بها ديمستورا والورقة التي قدمها لنا ديمستورا في نهاية الجولة الماضية تستند على الورقة الأساسية التي قدمناها نحن من عشرة نقاط أنا ما أود التأكيد عليه أن هذا الموضوع لم يثر على الإطلاق لا في ورقة تيناء الأصلية ولا في ورقة ديمستورا ولا في الورقة التي قمنا بالرد فيها والتي سلمها رئيس الوفد العربي السوري إلى مباحثة جنيف قبل يومين دكتور بشار الجعفري إلى ديمستورا لذلك سنستمع خلال هذه الأيام والأيام القادمة إلى الكثير من الدعايات إلى الكثير من الكلام الذي يعكس بجرد رغبات من قبل أعداء سوريا لكن نحن طرحنا مشروعنا السياسي بشكل واضح وقلنا أن الحل يكمن في إنشاء حكومة وحدة وطنية موسعة تضم كافة الأطراف المعنية وهذه الحكومة تشكل لجنة دستورية لصياغة الدستور يجري الاستفتاء على الدستور الجديد أو المعدل أو كما هو وبعد ذلك تجري انتخابات تشكل فيها حكومة للقوى أو الأحزاب أو الأطراف التي ستفوز بثقة الشعب السوري خارج إرادة الشعب السوري لا يمكن على الإطلاق أن نتحدث عن ما يشاع في هذا البلد أو ذاك من هذا الطرف أو ذاك عن أي حلول أخرى لأنها كل حلول مزعومة وحلول لا تستحق حتى النظر فيها بما في ذلك هذه الدعاية